السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن اعراض الحمل المبكرة قبل الدورة ب11 يوم 1- الارهاق والتعب اعياء وتعب غير عادي من اعراض الحمل للبكر ويرجع ذلك لهرمون البروجسترون حيث يصل الى زروته عندما تشعر الحمل بالرغبة الشديدة في النوم بشكل متواصل كما يزداد التعب مع انخفاض مستويات السكر في الدم وضغط الدم 2- غسيان صباحي هذه اعراض شائعة مرتبطة بالحمل حيث يقترن غسيان الصباح بالغسيان والقيء لمعظم النساء ويمكن ان يحدث في اي وقت خلال اليوم سبب هذا غير واضح لكن الاطباء يرجعونه الى ان الهرمونات قد تلعب دورا في ذلك يحدث غسيان الصباح في الاسبوع الخامس من الحمل ويستمر حتى الاسبوع الثاني عشر واحيانا يستمر الوقت اطول لدى الاشخاص الذين يعانون من الدورة الشهرية الغير منتظمة 3- تغيرات السدي هو مرة واحدة في حياة المرأة عندما تظهر التغيرات في السدي حيث يصبح السديان رقيقين ومنتفقين بين الاسبوع الرابع والسادس هذا بسبب التغيرات الهرمونية في وقت لاحق ينمو حجم السديين ويصبح لون الهالة اغمق ويزيد كتر الهالة ايضا وبعض النساء لديهن تجربة الاحساس بالوغس 4- انحرافات الطعام النفر من الطعام شائع للغاية خلال الاشهر الثلاثة الاولى يحدث هذا في بعض الاحيان بسبب الرائحة التي تنبعث من الطعام حيث تصبح العصاب الشمية حساسة للغاية خلال هذا الوقت واذا لم تكن الرائحة مريحة فقد تؤدي الى الغسيان والقيق 5- قسرة التبول وسلس البول تزداد كمية الدم في الجسم عند بداية الحمل هذا يجعل الكليتين تعملان اكثر من المعتاد ويزيد السائل في المسانة وقد تصبح رحلات الحمام اكثر تكرارا خلال هذا الوقت وقد تصل الى حد التصرب العردي 6- الامساك يبتأ الجهاز الهضمي بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم اثناء الحمل هذه القضية تؤدي الى الامساك في بعض الاحيان تعاني الحامل من الانتفاخ في المعدة بسبب الامساك في نهاية الفيديو لو اعجابكم ياريت تدعونوا بلايك وكومنتو وتشاروا الفيديو مع اصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر